كلنا ندرك طبيعة العلاقة تماهي الكل حزب الله مع إيران فبالتالي عندما يحارب حزب الله عام 2006 كان فيك تقول حرب إيرانية إذا ضمن هذا المنطق بالتماهي اليوم وحدة السحات بالستراتيجية الإيرانية يعني الساحة الفلسطينية واللبنانية والسورية تعمل تمثل نقلة نوعية على الأقل تلمس شي جدي منه إنتا؟ لا بس هذا عنوان طبعا طبعا عنوان مش بالنطيجة شو بيصير على الأرض بالآخر نحن عم نحكي بدول الشعار اللي بترفعه دولي شيء والمصالح وقافية خدمة مصالحها استراتيجية وما دون استراتيجية شيء آخر والأمثلة على ذلك كثيرة يعني اليوم الاهتمام أساسي يبقى لإيران شو هو؟ الموضوع النووي إحياء الاتفاق النووي خمسة زائد واحد اللي يحطينه بالفريزر هلأ مجلدينه يعني لا تراجعوا عنه لا أسقطوا طول لأنه ولكن في مباحثات تجري في بعض العواصم العربية بشكل غير مباشر لأعادة إحياء هذا الاتفاق يعني هذا هذا قائم بحد ذاته فيما يتعلق بهذا الأمر طبعا إيران أو كل طرف يعني يريد أن يستقر أن يقيم ذاته في هذه المنطقة أن يبني قوته يستفيد من هذا الانسداد الحاصل والخالق للتوتر في الجبهة الفلسطينية الإسرائيلية هل نستطيع نعود ونقول وقف إطلاق النار أولا البدء بالتبريد والتهدئة هناك اتصالات لا أعتقد أنها ستنتج حلا غدا ولكن كل يوم يمر ستزداد التكلفة وتزداد التعقيدات على الأرض وبعد ذلك حول طاولة المفعوضات مفعوضات مش مضرورة سياسية مفعوضات الأمنية وغير الأمنية مباشرة وبشكل غير مباشر نحن الآن إذا بدأ اختصر في لحظة مفصلية أين هو لبنان بخضام كل هذه الخرائط لبنان للأسف غير على الجغرافيا كان دائما لعنة الجغرافيا كما نسميها دائما كان دائما صندوق بريد وملعب لسراعات الآخرين وهذه مسؤولية لبنانية أساسية لأنه إذا ما فيه تفاهمات يعني إذا الدرس الوحيد بنا نأخذه ويوم ما ما نستطيع مش اليوم الوضع اللي نحن فيه أن نفكر بخلاصات وكيف نعمل إعادة بناء دولة وبناء تفاهمات الحد الأدنى المسلوبة وطنيا أمر أكثر من ضروري وإلا سنبقى في هذا الوضع دائما المشكلة اليوم أنه لم يعد يعني أنظر إلى الإعلام وأنت استاذر موضوع انتخاب رئيس لم يعد متروح وهذا دليل شو في نوع من القدرية السياسية بالثقافي السياسي الليبنانية أنه هلأ الخارج مهتم بأمور أخرى يخي إذا الخارج مهتم بأمور أخرى أنت عليك أن تهتم بإعادة تفعيل لمؤسسات وبالتالي أن تنتخي برئيس أي أن كان موقفك من هذا أو ذاك لا هذه القدرية السياسية ما حدا فرض علينا نحن هذه القدرية السياسية ما حدا يفرض عليك أنه بس يتفهم الخارج ينتخب الرئيس السياسيا بالخارج ثم ينتخب السورية في المجلس نيابي سياسة المراهل ما بقت في لبنان بدك جراحة في لبنان نحن عندما نتحدث عن مشكلة المالية باقتصار النقضية تعكس مشكلة اقتصادية تعكس اقتصاد غير منتج اقتصاد خدماتي مطلع غير منتج تعكس مشكلة سياسية نظام قائم على الزبائنية السياسية قائم على فدرالية من زعماء طائفيين بلبنان يدعون أنه زعماء طواقف من زعماء طائفيين بلبنان هذا النظام بده نفضه وإلا ما يمكن أن أستمر في هذا الوضع دعان الإمكانيات اللبنانية الهائلة الصوفت باور القوة النعيمة للبنان العلمية والانفتاح والثقافي وكل هذه الأمور نضيعينها بهذه التركيبة السياسية بدك إصلاح شامل وتدريجي مش عمل لك بـ 24 ساعة بس المشكلة مش نقضية أو ملي مشكلة اقتصادية اللي هي مشكلة سياسية ترجمة نانسي قنقر